القراءة من المصحف في الصلاة لا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك كإمام يريد أن يصلي بالناس التراويح ولا يحفظ كثيرا من القرآن أو شخص يفتح عليه إذا أخطأ فيمسك من المصحف خلفه سواء كان ورقيا أو إلكترونيا وكذلك من يريد أن يصلي في بيته أو المرأة وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها ومن معها مولاها ذكوان من مصحف في يده